في الصراع المتقلب المزاج على الجنوب السوري تتوارد التقارير من تل أبيب عن حرب سرية تدور بين جيش الاحتلال والميليشيات الإيرانية هناك حرب صامتة دون رصاص والغاية كبح جماح الإيرانيين ومنعهم من التموضع على حدود الكيان الشمالية يشير التقارير الصادر عن موقع ولا الإسرائيلي أن الحرب السرية جاءت على خلفية تغيير إيران استراتيجيتها القائمة على التخفي لتفادي الضربات الإسرائيلية هناك وأنهم أي الإيرانيين ابتعدوا عن حدود الجولان لكنهم لم يغيروا مرادهم الرئيس بجعل جنوب سوريا منطلقا لعملياتهم وذلك تكتيك يصطدم بقوات النظام الموجودة هناك بدعم روسي وفق ما أورد التقرير في مقابل الحرب السرية تأتي التصريحات من طهران عبر خارجيتها التي حملت تهديدا صريحا لتل أبيب بضرورة عدم تجاوز ما وصفتها بالخطوط الحمراء وإلا فإن إيران ستتحرك للرد على أي تطور سجال سياسة قد يتحول إلى الميدان وذلك احتمال يتقاطع مع التحركات الإسرائيلية في الشمال وما تبعها من زيارات لرئيس الأركان أفيف كوخافي تم تتصعيد في اللهجة بين الطرفين تصعيد تترقبه تل أبيب لا سيما عقب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخر زادة وما تلاه من احتمالية رد إيراني من الجنوب لكن فرضيات العسكر تحكمها السياسة التي غالبا ما تكون الخيار الأنسب للحلول ترجمة نانسي قنقر